السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم داريسي اللغة الانجليزية ومحبي الترجمة ونكمل السلسلة بتاعت الترجمة وانهاردة الحلقة السادسة حنترجم بعض الامثلة بحيث ان انت تبقى متابع وعارف ازاي بنترجم بشكل بسيط نبدأ مع بعض طيب انهاردة حناخد بعض الامثلة بحيث ان احنا نشوف باقي يعني عمليا باقي ازاي احنا بنترجم تمام نبص كده معي بقول هنا ايه لقد غيرت التأثيرات الاجتماعية لصفحات الفيسبوك كيفية تواصل الناس بعضهم ببعض تمام كده نبص دايما زي مقولنا على ايه اول حاجة الفاعل بتاعي لقد غيرت التأثيرات الاجتماعية لصفحات هنا ممكن اقول التأثيرات الاجتماعية بتاعت صفحات الفيسبوك يعني ايه انا عايز ادور على الفاعل من اللي غير التأثيرات الاجتماعية بتاعت الفيسبوك فكل اللي دي اعتبر كأنه فاعل طب اجيبها ازاي بقى بالانجليزي بص كده معا بص كده ممكن اقولها بطريقتين احدى طريقتين فايسبوك سوشال امباكت التأثير الاجتماعي للفيسبوك اللي هو بتاع الفيسبوك لان هنا جايب ايه ابوستروف اس لها الملكية ممكن اقولها بطريقة ثانية The social impact of facebook وكمل جملة عادي فانت يعني طبعا ايه بنختصر دايما على اساس ان احنا بقى بنكتبش كتير فمش لازم اكتب كتير طالما ممكن اكتب قريل اهيه The social impact مالو ابتدي اتكلم او The social impact of facebook ابتدي اتكلم مفاش مشكلة نكمل طيب هنا بقولها ايه Has changed ليه has changed مضارعة هم من ممكن اقول غيرت غيرت ممكن اخليها changed وخلاص لا هنا بقول هل هي يعني التأثير بتاعه يخلص ولا ايه ولا لسه هتقول لي لا لسه محن لسه الفيسبوك بيأثر وبيعملوا بتاعه فاحنا خدنا القاعدة لو قلت changed غير وخلاص انتهى يبقى الكلام ده في الماضي وانتهى لكن بقول ايه لا ده لسه شغالين الدنيا ده ما خلصتش اللي هو زمن المضارع التام اللي هو بيقولك ان هو بدأ في الماضي ولا يزال له اثر ما هو يبقى ده نفس المعنى المباشر لكلمة غيره او الاصر اللي هو موجود فبالتالي بعملها ايه مضارع تام طيب افرد عملتها الماضي حانمشيها مش مشكلة بس المعنى الاداك هو بيبقى ايه اللي هو المضارع التام ده الافضل طبعا طيب هنا بقول ايه has changed how people communicate with each other ها يبقى ايه كيفية تواصل الناس بعضهم ببعض فطبعا ايه ما تهمكش الحتة التفاصيل الصغيرة دي لا المعنى اللي انا بتكلم عليه اللي هو ايه كامت with each other مع بعضهم البعض هي اذا ايه المعنى المباشر فانا بقول ها social بتاع الفيسبوك مالو has changed كيفية how people communicate فبيجيبها بشكل سهل how الفاعل والفاعل عادي how people communicate with each other تمام كده خش على برضو حاجة تانية طيب بص القطع ديت بيقول ايه تركز جهود الحفاظ على البيئة الحالية على تعليم السكان المحليين والترويج للسياحة البيئية يعني ايه انا هنا بتكلم على ايه الحفاظ على البيئة الحالية لاحبا بجمع كلماتي الأول وبعد كده ابتدى ركبها جم بعضها وإلا شوف لاته فيها الجهود مممممم�ل حفاظ على البيئة ايه ايه conservation سكان محليين ممكن ريزيدنز حسب اللي انت هتقوله الترويج للسياحة طبعا خدت كلمة الترويج اللي هي ايه بروموت بروموت سياحة اللي هي الايكو توريزم طيب نقولها ازاي نركبها ازاي اه مع بعضها بص معايا زي ما انت شايف كده بقول هنا ايه تركز جهود الحفظ الحالية طبعا ببدأ بي الفعل بتاع اللي هو ايه current conservation efforts اهي بنجب معها زي بنقول ايه بلستاذ بقول ايه the efforts of مش عارف ايه لا هي عطوله تلات كلمات في بعضها بجيبها ايه current اللي هو حالي الحالية conservation اللي هي الحفاظ والefforts هي الجهود يبقى ايه current conservation efforts ها بقول هنا ايه تركز ممكن اوفن ممكن حطا ممكن لا يعنى ما جبتش كمت غالبا هنا فانا هنا بقول ايه ها ممكن focus on concentrate on مثلا او focus on وخلاص بسهولة educating local residents اللي هو ايه تعليم السكان هي طبعا مش شرط بأدوكيتن هنا يعنى انا رأيي افضل اقولها ايه يعني teaching teaching اسهل ان ايديو كده من في المدرسة في الجامعة كده يعنى يبقى on teaching local residents اللي هما السكان المحليين ها and promoting ecotourism وتطوير او ترويج للاكوتوريزم فاهم فانا زي ما نقول الخطوات بتاعتي اول حاجة بشوف الفاعل بتاعي مثلا هنا جهود الحفاظ ما تقوليش ايه حفاظ واسكوت ها ايه لا كلها جهود الحفاظ على البيئة الحالية ده كل ديتها الفاعل لاني بقول هي ايه بتعمل ايه تركز يبقى دي كلها ماشي يبقى ده الفاعل اللي هو ايه current conservation efforts ما لها focus on وكمل الجمع طبعا هنا ايه زي منقول ايه مش لازم كمية اوفن اه على تعليم السكان يبقى ايه اون بتركز على ايه teaching لين جي عشان بعد حرف جر اللي هو on local residence اللي هو السكان المحليين و promoting ecotourism اللي هو ايه تطوير السياح تمام كده طيب بس على القطع الصغيرة دي او الجملة الصغيرة دي بيقولك ايه يعد تشجيع التطوع بين المراهقين والشباب علامة ايجابية تمام اوي هنا بس فيه هنا حتة ايه يعد فهنا باتكلم على ايه passive جملة passive فهي اه احنا خدنا كمثال يعني مثال بسيط بس هنا ايه يعني ايه نفسره بشكل ايه اكبر لمقول يعد يعني بالعربي يعتبر طب ما هي هي يعني اعتبر فانا خدناها حجم الاثنين it is considered it is regarded او it is بس كده تاني it is considered او it is regarded او ايه او او it is فقط فانقولها ازاي هنبوس كده عليها بوس كده هناخد الابسط دايما عشان ايه بانت ما تتعقدش يعني انا بقولك انا ايه ممكن it is considered يعتبر it is regarded يعتبر طب it is بس ماشي يبقى انا بقول هنا يخش عطول في الموضوع يعد ايه تشجيع التطاوى بالمهان علامة ايجابية لما نيجي نبص على جملة زي كده اقولك فين فاعل الجملة اه ايه اللي يعد هنا هل التشجيع ولا علامة ايجابية لأ تشجيع طب انا ليه عملتها ان هي positive sign جبت اخر حاجة موجودة خالص لان هنا بقول ايه انه يكون اللي هو ايه اللي هو ده علامة ايجابية فانا اقول انه علامة ايجابية اللي هو ايه تشجيع كزا وكزا وكزا طب افر ان انت عملتها ايه ايه تيز وبعدين تشجيع ماشي يفيش مشكلة تشجيع التطوع ممكن اقول ايه تشجيع فاعل مثلا يعني التطوع مضاف إليه ظرف مضاف إليه مضاف إليه تاني علامة ممكن تبقى خبر بعين صفة اللي هي إيجابية فأنا ممكن أقول إيه ها التشجية حبتدي بيها أو حبتدي بعلامة إيجابية يعني يعد علامة إيجابية تشجيع الشباب أو تشجيع التطوع ماشى فيش مشكلة فاهم يعني هنا إيه فيه إيه فيه ساعة آآ من الأمر تمام كده نكمل إيه is a positive sign إنه علامة إيجابية إيه هو بقى إنك تعمل إيه to encourage volunteerism volunteerism اللي هو التطوع ماشي volunteering ماشي encourage يشجع فأقولها كده إنه علامة إيجابية أنك تشجع التطوع هل هو يختلف المعنى لو فاكرين أقول لكم قبل كده في فيديو بعد ما أنت بتخلص الترجمة بتاعتك بتبتدي ترجع تاني الترجمها للغة الأصلية يعني أنت ترجمت كده الإنجليزي إيه رجع تاني الترجمها العربي هل المعنى يختلف ولا لأ وزي ما قلنا إحنا بنترجمش قص ولزق يعني تشيل كلمة تحط مكانها كلمة لأ بترجم المعنى العام بأي شكل أنت يعجبك إيه ليه بها عديلها المهم المعنى ما يكونش إيه ما يكونش خطأ تاني إنه علامة إيجابية أنك تشجع الشباب أو تشجع التطوع وكمل جملة عادية فاش مشكلة اللي هي among teens and young adults ماشي أو young people أو young men مثلا كله صح طب ليه among مش between ما أنت طبعا من نسبالك حتول between لا إحنا أخذنا between هو إيه بين اتنين يعني يكون مثلا فيه مقارنة بين اتنين فيه مكان حاجة موجودة بين اتنين لكن دايما بتكلم بالناس كتير مراهقين وشباب فكتير فأقولها إيه among teens و young adults أو young men ماشي يعني هنا ممكن أخلي ديت عشان برضو أنا بساهل عليكم لا ممكن ديت خليها إيه volunteering اللي هو التطوع عادي جدا وكمل جملة تاني it is a positive sign to encourage volunteering تشجيع التطوع among teens and young adults أو teenagers ماشي أو young men مفيش مشكلة يعني برضو ديت إيه عشان يعني أنا دايما بجيب الحاجة زي مقلنا إيه الأسهل حخليها إيه young men تمام كده ده من ضمن إيه اللي هي الترجمات البسيطة جدا ولكن دايما أبص إيه أترجمها إزاي وخش إزاي في الجملة وأخرج منها زي مقلنا الترجمة دايما بكرر مش كلمات ولكنها خبرات كمان قطع معنا بقول إيه يقوم علماء الأحياء بعمل أبحاث لاكتشاف ما تحتويه البحار والمحيطات من أسرار ما أعطقتش إن هي صعبة يعني هي الكلمات هتعطقت إن هي إيه يعني سهلة وإنت عارفها علماء الأحياء تعرف الأحياء اللي هي biology طب العلماء biologists biologists طب إفرد قلت biology scientists مايش بس طبعا في كلمة زي مقلنا واحدة يعني إيه تغني عن التانية خلاص مش لازم أطول دايما اختصر وهات الكلمات الأقل أبحاث ثمان هي مش كده اكتشاف discovering أو exceptoring حسب المعنى البحار والمحيطات من أسرار لا دي إيه دي ما فيهاش مشكلة سهلة حد كده إيه يعني سواني تعملها بنفسك كده وبعدين ننزل لك الحل بس كده معايا biologists are doing research ماشي هي بقى دو مش ميك طبعا بوي research مش search أكيد on the secrets على الأسرار seas and oceans contain التي تحويها البحار والمحيط طبعا كنت تقولها بطريقة تانية biologists are doing research on the secrets that seas and oceans contain ماشي حضي بس that or which ماشي فيش مشكلة تمام ما أعتقدش إن هي صعبة هي القصة كلها زي ما قلنا ايه بجمع كلماتي أشوف الزمن بتاعي أشوف الفعل فين المفعول فين الكلام ده كله وابتدي إن أنا ايه أعمل طيب خذ الأربع جمل دول وحاولت تترجمهم وبعتهم لي مثلا بأي وسيلة ممكن على رقم الواتس اللي تحت الفيديو أو على تحت الفيديو عطول في اليوتيوب أو في المنتدى زي ما أنت عايز يعني كل الوسائل متاحة تعد كرة القدم حاليا هي الرياضة الأكثر شعبية والتي تجذب موظم المتفرجين إنه لمسؤوليتنا أن ندعم الجهود المحلية لتأمين التمويل للمشروعات التي يمكن أن تفيد الشباب حتى طبعا ستلاقي رخمة شوية لقد أصبح من الضروري تشجيع الأبحاث العلمية التي تهدف لتنمية المجتمع المصر سهلة يعتبر نقص الوزاء والمرض والفقر عقابات حقيقية يمكن أن تعيش التقدم في أي مجتمع لو مثلا في كلمة معينة مثلا أنت مش عارفها ابعث لي بردو سألني عليها بحيث أن أنا يعني حابعتها لك على طول خلاص كده أراكم إن شاء الله في فيديو قريب وحتى ذلك الحين أتمنى لكم مكتن سعيدا وممتعا